أعزائي طلاب أرحب فيكم جميعا معكم خالد بوزان في سؤال جديد مسئلة فحص الجنسية الألمانية أو تستسليبن ان دورجلند السؤال رقم 293 وطبعا بمناسبة هالسؤال كمان هو بالصدفة اليوم كمان عيد الفصح من منهني كل إخواننا المسيحيين بعيد الفصح اليوم طبعا ونص السؤال هو عبت محور عن هالفكرة ومنشوف نص السؤال ما هو في الإلمانيا؟ يعني تقليد يعني شيء نقوم به في عيد الفصح يعني شو بهالعيد شو بيعملو الناس الاحتمال الاول كوربس يعني اليقطين يعني وضع اليقطين امام البيت اذا بتعرفوا طبعا هذا تقليد في عيد الهالوين المشهور اللي جاي من امريكا بشكل خاص اليقطين هيك بيقطعوه هيك على شكل وجهه بيحطوه بقلبه شمع هيك شكل مخيف يعني هذا تقليد يقوم به الناس طبعا في المانيا في عيد الهالوين وليس في عيد الفصح وبالتالي هذا الجواب خاطئ الاحتمال الثاني يعني تزين شجرة يعني تزين شجرة يعني تزين شجرة يعني الأوراق الإبارية يعني تزين شجرة 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 يعني تزين يمارسون الناس هنا بعيد الفصح في ألمانيا وخاصة للأطفال بيخبولهم البيض الملون بالبيت والأولاد بيدوروا عليه وهي إحدى التقاليد التي تمارس في عيد الفصح في ألمانيا وهو الجواب الصحيح الجواب الرابع يعني الصواريخ يعني ضرب الصواريخ في الهواء في السماء المقصود في ضرب الألعاب النارية وهذا إمتى بتم بألمانيا بزيلفستا يعني بعيد رأس السنة الناس بتطلع على الشوارع وبتضرب الفتاش والصواريخ وهالأشياء إذن موهد التقاليد اللي عم نبحث عنه كمان وإنما في عيد الفصح يتم تلوين البيض وهو الجواب الصحيح طبعا هدف السؤال هو التعريفي بالأعياد التي يتم الاحتفال بها في ألمانيا والطقوس المرافقة الآلة طبعا كالعادة الأسير رسمية موجودة على الصفحة باتمنى للجميع النجاح فيها الامتحان تحياتي لكم جميعا إلى اللقاء في الدرس القادم